اشتركوا في القناة كيف أتجنبها وأحافظ على حسابي في أمازون كي دي بي ما هو التردمرك أو العلامة المسجلة هي عبارة عن كلمة أو جملة أو لوجو مسجلة في اسم أفراد أو شركات تضمن بها هذه الشركات حقوق عدم استعمال هذه الكلمات أو رسوم الخاصة بها ثانيا ما هي الكوبيرايت هي عبارة عن حقوق ملكية مسجلة في اسم أفراد أو شركات تضمن بها هذه الشركات حقوق عدم استعمال هذه الكلمات الفيديوهات الصور أو الموسيقى في أعمال أخرى والآن سنلتقل إلى بعض المواقع التي ستمكننا من التعرف على الكلمات التي بها حقوق الملكية كوبيرايت أو ترادمارك لتجنبها عند إنشاء عنوان أو كلمات مفتاحية أو ديزاين خاص بكتابنا والآن نمر إلى التطبيق فعند بحثنا على كلمة التي توجد في عنواننا هل هي ترادمارك يجب أن نتجه إلى هذا الموقع أولا هذا الموقع يعطيني جميع الكلمات المسجلة في أمريكا لكن أنا كذلك أستعمل موقع آخر هاهو فأنا أختار هذا الموقع لأنه يعطيني جميع الكلمات المسجلة حول العالم كامل فهذا يعطيني العلمات المسجلة في أمريكا ثم هذا الموقع يعطيني العلمات المسجلة في العالم بكامله فنذهب إلى أمازون ثم نختار مثلا ديزني هذه الكلمة مشهورة وهي عبارة عن شركة لإنتاج الأفلام أو الرسم متحركة في أمريكا فأخذ هذه الكلمة عند تتبيتي لهذه الأدات Productor for Merch by Amazon لا أحتاج إلى الدخول إلى الموقع فأذهب إلى الكلمة ثم أضغط على الزر الأيمن للموس ثم أختار هذه الخانة Productor for Merch by Amazon ثم أختار آخر اختيار عند أختياري لآخر اختيار تظهر لي الكلمة فهي ديزني في اللايف يعني مسجلة لا يجب عليها أن أرفعها في عنوان كتابي ثم أذهب إلى هذا الموقع الآخر لأتأكد هل فعلاً مسجلة أم لا فإخواني أنا أستعمل هذا الموقع كذلك لأن هناك بعض الحالات التي تظهر لك أن الكلمة مسجلة في هذا الموقع ولا تظهر في الموقع الآخر لذلك من الأحسن أن تستعملهم هما الاثنان في حالة وجدت أنها مسجلة في أحد منهما فما عليك إلا ابتعاد عن هذه الكلمة ولا تجعل مجال للشك ثم أدخل هنا إلى أول خانع ترد ماركس سيرتش ثم أختار الكلمة التي نريد ديزني قوموا بسيرتش وهنا تظهر لنا بأنها مسجلة وكذلك بالديزاين الخاص بها فلا يجب عليك استعمال لا هذا الديزاين ولا كذلك الاسم ديزني في عنوان كتابك حتى لأريكم بأن هذا الموقع يبحث عن الشركات أو الكلمة المسجلة في العالم بكامله أذهب مثلا إلى هنا ثم أختار أفريقيا ثم أختار كلمة ساليم فهذه شركة مغربية للحليب أختار المغرب أقوم بالبحث فكما تلاحظون إخواني فها هي الشركة يدار الاسم وكذلك تصميم اللوغو الخاص بهم فلا يمكنك استعمالهم في العنوان أو ديزاين الخاص بكتابك فانظر مثلا هنا ففي هذا الأول ها هي منتهي الصلاحية لكنه هنا مسجل هو مسجل في اسم سنترال دانون وكذلك هنا سنتراليتيار يعني شركة الحليب لذلك أخي الكريم انتبه فحسابك في خطر إن لم تتبع هذه المعلومات ثم الآن انتهينا من ترادماركس حتى لا أطل الفيديو نمر إلى الكوبيرايت فعندما نتحدث عن الكوبيرايت ما عليك أخي الكريم إلا الذهاب إلى جوجل ثم اختيار مثلا ديزني الكلمة التي نريد كذلك فشاهد معي أخي الكريم أول شيء يجب عليك الانتباه إليه هو أقصى اليمين فهذه الخانة هنا إن ظهرت لك مثلا entreprise أو society أو شيء من هذا القبيل فهذا يعني بأن هذه الماركة مسجلة فدائما عند ظهور الكلمة التي نختارها هنا تعني بأن هذه الكلمة عليها كوبيرايت فلأريكم الفرق أذهب مثلا وأختار do best هذه الكلمة تعني الأفضل فلاحظ معي هنا لا تظهر الكلمة بذاتها ولكن تظهر في جملة مركبة وهنا كذلك إذن فهذه الكلمة يمكنني استعمالها لكن نصيحة أخي الكريم فهذه قمت بها حتى أقوم بتجريب وأريك كيف تظهر النتائج التي عليها كوبيرايت والتي ليس عليها كوبيرايت أما أنت فلا تستعمل هذه المعاني مثلا do best الأفضل أو الأحسن أو كتابي الأروع فدائما عند اختيارك لهذه الكلمات فستواجه مشاكل مع أمازون متابع أخي الكريم لذلك حتى لا أطيل الدرس فالطريقة سهلة جدا لمعرفة هل الكلمة التي سأضعه في عنوان كتابي أو الديزاين الخاص بكتابي عليه تريد مارك أو كوبيرايت فبالنسبة للتريد مارك نذهب إلى هذين الموقعين هذا الموقع خاص بأمريكا وهذا الموقع خاص بالعالم كامله فإن ظهرت لي النتيجة بأنها مسجلة في أحد الموقعين فأبتعد عن الكلمة ولا أعيرها اهتماما ثم أمر إلى جوجل عند بحثي في الكلمة ولم تظهر لي في الخانة على اليمين بأن هذه الكلمة موجودة أو بأنها بداتها موجودة في أحد العنوين لفيديو أو فيلم أو كتاب فيمكنني استعمالها وبالعكس فإن ظهرت لك في محرك البحثي الأولى فإبتعد عنها أخي الكريم لأنها تعتبر كوبيرايت وقد تؤدي بحسابك إلى الإغلاق الآن إخواني قبل نهاية هذا الدرس أريد منكم أي شخص لديه تساؤل أن يضعه في التعليقات أو يلتحق بنا إلى حساب الشخصي في الفيسبوك أو حساب المجموعة الخاصة بنا أو الصفحة الخاصة بنا وسوف نجيب إن شاء الله على جميع التساؤلات ووصلنا إلى النهاية أخواني ادعمونا بالضغط على الزر إعجاب ثم اشترك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك الجديد دائما أول بأول وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ووفقنا وإياكم الله